اشتركوا في القناة في جلب العديد من النجوم العالميين ابرزهم المهاجم الفرنسي كارين بن زيما الذي ارتدى قامس العاميدي الاتحادي رسميا لينضم الى الاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو المنتقل الى الفريق النصراوي في العام الماضي بالاضافة الى السنغالي صاديوماني والفرنسي انجولو كانتي والعدد من النجوم الذين اختاروا دول روشين السعودي للمحترفين واعلنت الرابط الخاص بدول روشين على انها ستجري مباراة بين كل النجوم المنتقلة الى الدور السعودي وفي مقدمتهم من نجم الجزائر رياض محراز الذي انتقل الى صفوف الاهل السعودي والذي عاد حديثا الى دول روشين السعودي بالاضافة الى زميله فرمينيو وبالاضافة الى العديد من النجوم العالمين وفي الاخير اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس يصلكم كل جديد